وحشتوني كتير معايا بقى كسة بندق ومشمش بص حبيبي بندق ومشمش دول مش مش كان وحيد وبندق كان وحيد وكان فيه شجرة بس مش متفرعة كانت مفهاش بزرع عشان تطرح اللي هي عايزة والشجرة دي كانت فاضية فمشمش جري عليها عشان يعمل أسرة وبندق جري عليها عشان يعمل أسرة راحوا مسكوا ببعد وقالوا لقد الشجرة بتاعتي وده قالوا لأ الشجرة بتاعتي راح جات السقحرة الطيبة قالت لهم ليه تضربوا بعض كده كل ده عشان الشجرة قالوا له هو فيه أهم من الشجرة أنا وحيد ومليش حد وعايز أزرع بزرة عشان ألم شملي وبندق برضا قال السقحرة وأنا كمان لوحدي عايز أزرع بزرتي عشان ألم إيه أسرة كبيرة راح تقيت لهم بس كده ماشي بس بشرط محدش ليه دعب الشجرة دي عشان الشجرة دي تمسحورة واللي هيقرب عنها هيموت راح مش مشوا بندق قالوا لنا تبتكدبها علينا عشان محدش يقرب منها أنت كدابة قالت لهم صدقوني أنا مش كدابة محدش يقرب عليها راح للأسف يا حبيبي بندق جرع عليها ومش مش صدق السقحرة الطيبة وفيد الواي في مكانه راح يا حبيبي توفى واحد فهمي حبيبي توفى ما سمعش الكلام والتاني مش مش هو اللي تكسب وسمع الكلام والشجرة إيه اللي هي بتموت ديت عشان مصحورة راح تستحرة طيبة قالك له أنا عندي شجرة ليك هتزرع منها بأسرة كبيرة وتوتا توتا وخلص الحدودة لازم يا حبيبي ناخد بنصيحة أي حد أكبر مننا ونصدق عشان لما صدقناش بنبقى ساعات في حالة خطر يلا باي باي ما تنسوش بالاشتراكات واللايكات عشان تشجعوني كل يوم أكتر وأكتر اشتركوا في القناة